أو لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت ولكن بنسبة العزور لماذا رفض التونسيون المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الاقتراع لأن السنوات العشر الماضية كانت سنة جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفاعل هو هذا الرد الذي وقع في الدولة الأولى ثم أيضا في الدولة الثانية وخاصة أيضا لا يوجد المال الفاس النسبة تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يفقوا في هذه المؤسسات يعني لابد أن تقرأ الأرقام بشكل مقترد كذا كلام الرئيس الجمهورية تعليق كانت هكا هل من مغيظ فما لقاء هاو لقاء هاو بشنو تتوقعه ولا فيش تستنيه غير هذا تعليق آخر يقول يلزم القيم بدراسة نفسية على رئيس الجمهورية راه يعاني من الإنكار ونوفى بالتعليق هذا نتمنى أنه الرئيس الجمهورية يعترف بفشله نزلنا بشارج على ديزيكستري يخرين الرئيس الجمهورية خليونا هنا في القراءة الرئيس خرشو التي خبت لولا وقالش بيكم ويتهكم على التحاليل بتاع البلاتويت والمتابعين لشينا السياسي تحلو فيشتر مقابلة ما زال الشوط الثاني ثم يخرج الرئيس ليونكيرا المقابلة كلها وشوط الأول وشوط الثاني ويقول لك ما هكذا تقرأ الأرقام نقرأ النسبة العزوف مش نسبة أن يمشيوا صوته التسئين بالمئة اللي كرهوا مؤسسة اسمها المجلس لأنه المجلس هذا عبث بالدولة تيلة عشرة سنوات وفي أستاذية زرقة صغيرة لا يوجدوا المال والفاسد هاو كونتروتر من الحاجات اللي خليت نسبة التسويت في الحديش بالمئة سيريز ما ونحكيه هل يخيفك إنكار الرئيس لكل جاي حالة الإنكار اللي عند رئيس هل صارت مخيفة يا حاتم هو معاشت فيج معاشت نجم ونستنيه حتى مرة الرئيس يحط فرع ويرجع بتواري ويقول أي صحيح ولا أي نعم وإلا سنصلح وإلا سنتجاوز الخطأ الفلاني ولا سننظر في الأمر بطريقة أخرى هذا نوع يصير مع الرئيس هو معاشي فاجئنا ونحنا حتى البارح ما قلنا معناه ما انتظرناش بش يكون عنده ردة فعل عقلانية ومعقولة الحاجة اللي تأكدت منها هو كونه لزيليموند لنغاج اللي عند بو عسكر وعند بو دربيلة جايين من عند الرئيس يأما هم يفسروله ولا يبروله وهكيك هو يصدق فيه وإلا هو يعطي فيهم دي زيليموند لنغاج شكون قال لنا على الميل الفيست قال لنا بو عسكر شكون قال على القراءة العكسية معناه هو يطوعو النتائج لمشروعه سياسي معناه ما قالش كل مبارك انتي كيتعرف التوينسة عندهم ما تقول انتي الشعب يريد وانتي أكثر إنسان تعرف التوينسة كيتعرف اللي توينسة كرهوا البرلمين عليش تصرف 72 مليون دينار باش تعمل انتخابات عارف نتيجتها بالمسابقة محمود تعريف بسيط لوضعية حالة الانكار في دراسات علوم النفس ما فماش تعريف محدد ولكن حدد علماء النفس أنه آلية دفاع يقوم باستخدامها الشخص لعدم الاعتراف بالحقائق أو التجارب أو المواقف الحياتي علامات حالة الانكار رفض الحديث عن المشكلة يجي التبرير واضح ومحدد لسلوكيات إلقاء اللوم على الآخرين والعوامل الخارجية التي تتسبب في المشكلة الاستمرار في سلوك الانكار على الرغم من العواقب السلبية تجنب التفكير في المشكل بالضبط التعاهد بمعالجة المشكل في المستقبل دوقت رئيس الجمهورية كي نغزروا الوضعية هذية هو في حالة انكار كاملة كاملة وكلية الكلام اللي قاله رئيس الجمهورية فيه نوعا ما الصحيح انه يقول 90% ما عادش عندهم ثقة في المؤسسات البرلمانية نظرا اللي ما كل 10 سنين اللي صار واللي صار في البرلمان غالطة الخيراء فما ناس مقاطع على انتخابات جدا فما ناس يعتبرون هذا المشار خاطف ولا لا بش قولي تسعيلة فما جزء معناش دي صنداج فما شكون مقاطع فما شكون كراح السياسة فما شكون كراح المجلس كلها ظروف هو فما عباد ما عاش تحب البرلمان فما عباد ما حابتش تمشي تصوت لموقف سياسي فما عباد تعتبر انه اليوم ما همش انتخابات برلمانية وضع اقتصادي متردي مقدرة شيرائية كل هذا فما زادة كيف كيف انعدام الحملات الانتخابية قبل كانت فما حملات انتخابية وحزاب ودباع هذا ما عرفوهم لسبب انكار الرئيس انكار الرئيس يندرج في اطار نفس السياسة من هارلو هل سارة مخيفة بالنسبة لك يصير مخيفة اليوم خطر في الوضع الانتخابات فلتذهب الانتخابات للجحيب اما لو نواصلوا مع سياس الانتخاب الانكار هذي وانا عندي موديس حتتني مع افق سلبية جدا كل الخبراء يحكيوا على امكانية افلاس الدولة وسمحونا على السباح والله الوارح مرة خاتلي فما فيقاشي لجورني وطلع مدام سمحني لو تواصل حالة الانكار في علاقة بالمشاكل الاقتصادية هل هذا مخيف بالنسبة لك مخيف جدا لانه هو بالارقام رئيس الجمهورية ما ينجمش ينقر اليوم نحكيه عن نسبة العزوف واضحة واضحة الوضع الاقتصادي اللي رئيس الجمهورية زادة في قرارة نفسه ما يحبش يسمع به اللي هو حاشته بشي سكر ميزانية تلفين واثنين وعشرين ينزموا تسعة مليار دينار انه بشي سكر ميزانية تلفين وثلاثة وعشرين ينزموا أربعتاشر مليار دينار انه ينزم بشي سكر شهر فيفري ومارس بشي خالص الشهري وبشي خالص نيجي سيونس ينزموا زوز مليار دينار دوك هذا الكل ما فيه ما ينجمش ينكره رئيس الجمهورية لأنه مذومة أرقام فابتة أرقام فابتة فيما يتعلق بالانتخابات وارقام فابتة فيما يتعلق بالانتخابات إذا توصل الانكار بتاع الرئيس للوضع ولا هذي هي قراءته البسيطة شو نعمل لا هي ليست قراءة بسيطة هو خطاب يتوجه به للتوازع نتمنى نتمنى على الأقليان نتمنى أنه هو خطاب سياسي موجه لشعب التونسي ولكن في قرارة نفسه يعرف رئيس الجمهورية أنه فما وضع اقتصادي متأزم على الأقل يحاول يلقى الحلول إذا كانت قلية خرارة نفسه وعنده الحلول وجوز هذا خطاب سياسي نذكرك يا صديقي أنه ليسنفونا ذوما أعتبروا أمك سنفة في وقت ما فكان الرد قاسيا من أمك سنفة حالة الانكار نحس فيها هنا على الأقل هي مربوطة بكل شيء بكل ما هو سياسي وتقزيم الأخرين حتى موسيطة المانحة حتى لا تقزمهم ونتي عندك وقعد تنتج ومليارات وكذا والعجلة دائرة وعندك فلوم وعندك استراتيجي وكذلك سما البارح كينا أقول لها فدلا تلفز على مهاتير محمد ماليزيا مثلا مهاتير محمد ما كانش محبوب عند صندوق النقد الدولي في وقت الماء برشا بلدان أخرى زيدا كيف كيف مشت في إسلاحات وأنكرت وجود صندوق ولكنها نجحة نحن لبرنامج لإسلاحات الإنكار التعالي على الآخر حلب وخيفة سارت اليوم إذا كان الرئيس يخرج حل الانتخابات بالطريقة هذه لا تعنيني الانتخابات يعنيني الوضع الإختصادي بلغة الشارع وكيف يتحام الرئيس مع الوضع مازلنا نتكاملين مع الرئيس فاصل ونرجع معك نقيب ما تبعدوش أصبح هو رفمك ورفمك هو أصبح رفمك